أعلن مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى ذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنوية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة هذا وأشار رئيس الوزراء أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الألاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ترجمة نانسي قنقر